يسعدني مشاهدين أن أجدد تحية لكم أينما كنتم فأهلا بكم لمرافقتنا هذه الجولة الجديدة في قراءة الصحفة الدولية أهم الموضوعات التي تناولتها صحف اليوم طبعا هناك موضوعات عدة ولكن نستهلها من الصحفة الأمريكية تحديدا من مجلة تايم التي اختارت الأطباء والممرضين وسائر العاملين في مكافحة وباء بولا المتفشي في غرب أفريقيا شخصية العام 2014 حيث عنوانت في عددها الأخير مكافح إيبولا قالت الصحفة من على موقعها الإلكتروني لأنهم قاموا بلا كلل بأعمال شجاعة ورحيمة ولأنهم ضحوا ولأنهم أنقذوا أرواحا فإن مكافحي إيبولا هم شخصية العام 2014 وأوضحت المجلة أن المرتبة الثانية لهذا العام ذهبت إلى متظاهري فرغسون بولاية ميزوري الأمريكية فيما ذهبت المرتبة الثالثة لفلاديمير بوتين الذي يهدف إلى إعادة بناء الأمبراطورية الروسية بدورها اهتمت مجلة نيوزويك بما سمته بعودة الحرب الباردة بين روسيا والغرب وعنوانات الجواسيس الروسي عودون إلى أوروبا في حرب باردة جديدة تتطرق الدورية إلى مؤتمر عقد في بروكسال تحت شعار تسخين الحرب الباردة الثانية وذلك في ظل تواتر تقارير عن ارتفاع حالات التجسس الروسية منذ بداية الأزمة الأوكرانية وتضيف الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في جهاز مخابرات أوروبي بأن ثلث عدد الدبلوماسيين الروس يعملون في الواقع لحساب المخابرات الروسية أيضا في موضوع آخر تناولت صحيفة The Washington Times بأسلوب ساخر موضوع اقتباس الرئيس الأمريكي باراك أوباما للإنجيل وذلك في تقرير نشرته الصحيفة تحت عنوان أوباما يطلق تباسات غير موجودة في الكتاب المقدس في خطابه حول الهجرة تقول الصحيفة أن أوباما أشار إلى آيات من الكتاب المقدس وهي في الأصل غير موجودة في النص الديني وذلك بينما كان يتحدث عن إصلاح قانون الهجرة في ناشفل أخيرا نختتم معكم هذه الجولة من عالم الطب حيث عنوانات صحيفة The Daily Telegraph البريطانية السكر أسوأ من الملح برفع ضغط الدم وجدت دراسة أمريكية جديدة أن السكر أسوأ من الملح وبأنه ينبغي التركيز أكثر على خفض تناول نسبة السكر وبدرجة أعلى من الملح لخفض ارتفاع ضغط الدم كما ذكرت الدراسة أن الذين يستهلكون يوميا أكثر من 74 جراما من التحلية المستخدمة في الأطعمة المصنعة مثل المشروبات بنكهة الفاكهة والمشروبات الغزية بشكل يومي يرتفع خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة 30% في الختام مشاهدنا ومع هذا التحذير من مخاطر السكر على الصحة نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الجولة في قراءة الصحافة الدولية ترقبوا برفقتنا دائما المزيد أشكركم للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر